اشتركوا في القناة توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل التحية والتقدير للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية وعرب رئيس السيسي خلال مواقع تواصل الاجتماعي عن فخره بأداء اللاعبين خلال مشوار البطولة وتشريفهم لبلدهم والثقة الكاملة بتعويض هذا اللقب وإسعاد المصريين بالصعود إلى المونديال كما أكد الرئيس السيسي ثقته باللاعبين وبالقيادة الفنية التي لم تهتز مشيرا إلى أن ما قدموه يثبت قدرتهم على تحقيق الأفضل في المستقبل شدد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة زيادة معدلات تنفيذ الجامعات الأهلية لتنضم إلى الكيانات العلمية والتعليمية الكبرى في أسرع وقت فذلك خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي وبحث آلية تمويل الجامعات الأهلية كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الجامعات الأهلية كأحد روافد الجديدة والمتميزة التي تتيح فرص الحصول على تعليم عال بمستوى دولي من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية التقت الدكتور أهل السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة بالسعودية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وأكدت وزيرة التخطيط استعداد مصر الكامل لاصطدافة الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والمزمع عقده بشرم الشيخ في الفترة من الأول وحتى الرابع من يونيو المقبل مشيرة إلى التطلع للتعاون مع مجموعة البنك في إطار استضافة مصر لفعاليات قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ قبل 27 خلال العام الجاري وتحقيق تقدم ملموس في مجالات الأولوية وعلى رأسها تمويل المناخ والتكيف والاقتصاد الأخضر أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 2301 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحليلها لفيروس كورونا ووفاة 59 حالة جديدة وأشارت الوزارة في بيانها إلى خروج 3321 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية